اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا ايلاهم مع الله بل اكثرهم لا يعلمون امن يجيب الموضر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض ايلاهم مع الله قليلا ما تذكرون امن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ايلاهم مع الله تعالى الله عما يشركون امن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض ايلاهم مع الله قل هاتو برهانكم ان كنتم صادقين قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغايب الا الله وما يشعرن ايانا يبعثون بل اتارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عامون وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا اينا لمخرجون لقد بعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ان هذا الا اسادر الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاغبت المجرمين ولا تحسن عليهم ولا تكن في ضيق من ما يمكرون ويقولنا متى هذا الواعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون الرد فلكم بعو الذي تساعدلون وإن ربك الذي فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين من هذا القرآن يقص على بني اسرائيل أكثر الذيهم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذا العمي عن ولالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع الغول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحضوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع الغول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك الآيات الغوم يؤمنون ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون ما جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون وما جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البالة الذي حرماها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلب القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ظلف فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونه وما ربك بغاف عن ما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلع عليك من نبئ موسى وفرعون بالحق القوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شياعا يستلعف ضائفة منهم ويذبح أبناهم ويستحي نسائهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمت على الذين استلعفوا في الأرض ونجعلهم إئمة ونجعلهم الوارثين ونمكنا لهم في الأرض ونريد فرعون وهمنا وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ووحينا إلى أم موسى أن أرضعه فإذا خفت عليه فألغه في اليم ولا تخاف ولا تحزني إن ردته إليك بجاعله من المرسلين فالتقضه آل فرعون ليكون لهم عدو وحزن إن فرعون وهامنا وجنودهما كانوا خاضئين وقالت امرأة فرعون قل ردت أعين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدوهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربدنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم ما هم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تغر عينها ولا تحسن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشدته واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجز المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شعته وهذا من عدو به فاستغاثه الذي من شعته على الذي من عدو به فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال ربي إني ظلمت نفسي فغفر لي فغفر له إنه هو الغفر الرحيم قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظاهرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغبي مبين فلما أن أراد أن يبضش بالذي هو عدو له ما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأة يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين ولما توجهت الغاء مدينة قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد مدينة وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه ممرأتين التزودان قال ما أخذ بكم قال تالا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لن فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبي تستأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحتبأ نتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجاج فإن أتممت عشرا فمن عيدك وما أريد أن أشق عليك ستجدوني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قليت فلا عدوان علي الله على ما نقول وكه فلما قضى موسى الأجر بسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنس نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تستلون فلما أتاها نودي من شاضئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألغي عصاك فلما رأها تهتز كأنها جان ولا مدبرة ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيلاء من غير السوء ولمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهان من ربك إلى فرعون وملائه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسلهم معي الرد أن يصتقني يصتقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفتر وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بما جاء بالهدى من عيده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملء ما علمت لكم من إله غيري فأوقض لي يا همان على الضين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغالي الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا الغرون الأولى بصائرا للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذا قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن أنشأنا قرونا فتضابل عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الضور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عيدنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفر بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهر وقالوا إنا بكل كافرون قال قل فأتوا بكتاب من عيد الله هو أهتى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهوائهم ومن أضل من من اتبع هواه بغير هدى من الله من الله لا يهتر قوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولاك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبأتغ الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين فقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بضرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك الغرى حتى يبعث في أمها رسول يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك الغرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عيد الله خير وأبغى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدنا حسنا فهو لاقه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم الغيامة من المحضرين فهي وما يناديهم فيقول أين الشركاء الذين كنتم تدعمون قال الذين حق عليهم الغول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك تبرأنا إليك تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وغير دعوا شركائكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ما رأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أحببتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذين فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحان فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخرغ ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله و تعالى عما يشكون وربك يعلم ما تكنوا صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإله ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبأتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله والله لعنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وأتيناهم من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة وللغوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وبأتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عيندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من الغرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجنمون فخرج على غومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم بيلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسد الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لو لا أنمن الله علينا لخسف بيك كأنه لا يفلح الكافرون إن الذين فر الله عليك القرآن لراتك قل ربي أعلم ما جاء بالهدى ومن هو في الله المبين وما كنت تترجع أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهرا لكافرين ولا يسدنك عن آيات الله بعد إذ انزرت إليك ودعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعو مع الله إله آخر لا إله إلا هو كل شيء حالكم إلا وجه له الحكم وإله ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الفلامين أحسب الناس أن يترك أن يقول آمنا وهم لا يفتنون ولغد فتن الذين من ضبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون من كان يرجو لغاء الله فإن أجل الله لآت وهو السماع العليم وما جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرنا عنهم سيئاتهم ولنجزي أنهم أحسن الذين كانوا يعملون ووصلنا الإنسان بوالده حسنا وإن جاهدك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تضيعهما إلي مرجعكم فأنبيكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن دخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولين جاء نص من ربك ليقولن إنا كنا معكم وليس الله بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خضاياكم وما هم بحاملنا من خضاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى غومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا ذلكم خالي لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من يدون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من يدون الله لا يملكون لكم رزقا فبتقوا عيد الله الرزق وأعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين ولم يروا كيف يبدوا الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولاك يئسوا من رحمته وأولاك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن غالقوا أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك الآيات للقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا موتة بينكم في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعضه ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوضو وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة اللي من الصالحين ولوضا إذ قال لغومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال وتقضعون السبيل وتأتون في نادكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال ربي انصرني على الغوم المفسدين ولما جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه الغرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لضا قالوا نحن أعلم بمن فيها لن نجيينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أنجأت رسولنا لودانسية بهم والاقب بهم زرعا وقالوا لا تخف ولا تحسن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون منزلون على أهل هذه الغارية الرجزة من السماء بما كانوا يفسغون ولقد أتركنا منها آية بينة الغوم يعقلون وإلى ميدن أخاهم شعيبا فقال يا قومي عبد الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادوا وثمودوا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدتهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعان وهامنا ولغد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا فمنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم لكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتها وإن أرهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك الآية للمؤمنين اتلوا ما أحيي إليك من الكتاب وآقيم الصلاة إن الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر ولي ذكر الله أكبر والله يا علم ما تصنعون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة